أشعد عيني تشوف العز حاكي أيها الحفل الكريم أيها الإخوة مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير نحييكم أيها الإخوة والأخوات على الهواء مباشرة لننقل لحضراتكم برنامج هذا اليوم المساء يوم الاثنين السابع من شهر أبريل لعام 2003 ميلادي وهذا اليوم يأتي هو اليوم الثامن ومن ضمن أيام المهرجان السنوي لسباق الهجنة العربية الأصيلة على أرضية ميدان الشحانية الذي يلتقي من خلاله أبناء دول مجلس التعاون الأشقاء وتكون تلك المنافسة على شرف سيف حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله انطلق هذا الشوط أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء وهذا الشوط هو الشوط الأول للثنايا قعدان لأصحاب السمو الشيوخ لزمول عفوا الشوط الأول لزمول لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل في دول مجلس التعاون هذا الشوط هو شوط القمم لأزمول وسيارة وهي لاند كروزر بيكوب مقدمة من شركة قطر غاز وهي مشكورة على هذه المساهمة في الوقت الذي مشاهدين الأعزاء جوائز نقدية قيمة مقدمة للمراكز العشرة الأولى كاملة هذه الانطلاق أمامنا وهذا هو أول كيلومتر مع أول انطلاق في مساء هذا اليوم الاثنين سبعة أبريل مبعد أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء يتصدر قائمة الأسامي وتعود ملكية مبعد إلى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأيضا يضمر مبعد السيد يمع بن عتيج رميثي نقله على المركز الثاني المركز الثاني الله يا للطام للطام يحتل المركز الثاني وتعود ملكية لسمو الشيخ عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ويضمره السيد محمد بن سعيد بالدهن وفي المركز الثالث مبلش في المركز الثالث الباسل لسمو الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود من المملكة العربية السعودية الشقيقة والتضمير والعناية عند السيد عامر بن سعد الرفادة المري الدور دور المركز الرابع وفي المركز الرابع اللي واضح أمامنا على شاشة التلفزيون والكادر التحتاني نرى اللي في المركز الرابع اللي سموه الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة الثاني ولي العهد الأمين واللي هو فراع ويضمره السيد ناصر بن محمد بن حباب الهاجري المركز الخامس مغير يحتل المركز الخامس وتعود ملكية مغير لسموه الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة الثاني يضمره السيد ناصر بن مصفر الشهواني هناك دخول مشاهدين الأعزاء على حساب مغير وانخطاف للمركز الخامس من قبل كساب حق سموه الشاسبي لسموه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم انضمر السيد سعيد بن عبيد الحميري ضيف من ميدان ند الشبه المركز الخامس دخول قوي من قبل مبعد لسموه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر السيد فهد بن حسين النعيمي وفي المركز السابع المركز السابع الكاظم الذهب في المركز السابع الذهب لسموه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر السيد عبد الله بن علي بنواس نقله إلى المركز الثامن اللي هو مغير لسموه الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة الثاني المضمر السيد ناصر بن مصفر شهواني وفي المركز التاسع مستحيل أحب غيرك مستحيل مستحيل المشاهدين الأعزاء يحتل المركز التاسع تعود ملكية مستحيل إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان أنهيان المضمر السيد صالح بن سعيد بالعرج المري وفي المركز العاشر مقصص لسمو الشيخ عمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر السيد أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي هذه نتيجتنا مشاهدين الأعزاء وهذا النقل الحي المباشر وهذه الصورة من صور المهرجان وأيام المهرجان السنوي الذي يقام تحت رعاية الأمير المفدى حفظه الله وتحت شعار السيف الذهبي المقدم من الأمير من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه هذه المناسبة السعيدة التي تلم وتجمع ابناء دول مجلس التعاون الأشقاء يتنافسون في أقوى أشواط الزمول في هذه اللحظة وفي مساء اليوم قبل الأخير وهو اليوم قبل ختام وإصدال الستار على هذا المهرجان يا سلام ما زال شعار صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان الهيان يتربى على عرش هذا الشوق ما زال مبعد يبعد عن بقية المراكز لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان الهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأيضا المسؤول عن تضميره المسؤول يمع بن عتيجة ارميثي من خيرة الشباب المضمرين ومن أكبر شبابنا في الإمارات العربية المتحدة الخبراء بهذا المجال المركز الثاني الباسل اللي هو في المركز الثاني وهذا من المملكة العربية السعودية الشقيقة ضيف على أرضية ميدار الشحنية في قطر تعود ملكيته لصمو الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز السعود والمضمر السيد عامر بن سعد بن رفادة المري دور المركز الثالث العربية المتحدة الثاني الباسلية وترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر خلال هنا يا هكذا نحن نعود أهلا على بعض ضيوف ترجمة نانسي قنقر طرحات فوق المتحدة لنرى مبعد مشاهدين الأعزاء ضيفنا من ميدان ند الشبه بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ويضمر مبعد السيد فهد بن حصين النعيمي عودة إلى المركز السادس المركز السادس الذي هو الذهب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر السيد عبدالله بن علي بونواس ما زالت الصورة تخفي المركز السادس ما زلنا نفتقد للسادس هذا هو الذي يتضح على الكادر التحتاني أمامنا المركز السابع المركز السابع أتمنى من السيارة الثانية التأخير للصورة المركز السابع مستحيل حق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان ينضمن السيد صالح بالعرج المرني وفي المركز الثامن الصداوي يخطف المركز السابع ولأول مرة أوذيع هذا الاسم ويبغي اهتمام من السادة المشاهدين والمرشحين الصداوي تعود ملكية لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان يضمرها السيد عيسى بن سعيد الخيالي وخبرة كبيرة في التضمير مذهل في المركز الثامن لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم المضمر السيد عتيج بن سالم بن عرضي ونقلع إلى المركز التاسع المركز العاشر المركز العاشر مليح في المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن محمد ودخول دخول دخول عن المركز العاشر من قبل الرمح للسيد سلمان لسمو الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود من المملكة العربية السعودية الشقيقة أيضا ينخطف المركز العاشر من قبل مقصص لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم انضمر السيد أحمد بن سلطان بن رشيد هذه عشرة مراكز مشاهدين الأعزاء وما زال هذا الشعار الأحمر ما زالت سلالة هملول آه يا سلام يا سلام شوفوا 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 من سلالات هملول وبالأخص من سلالة جبار بالأخص من سلالة جبار هذا اللي نراه اللي نراه مشاهدين الأعزاء هذا هو اللي يحمل شعار صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان أنهيان أمامنا على شاشة التلفزيون ومتربع تربع قوي على المقدمة منذ بداية هذا الشور منذ بداية هذا الشور ويعتبر من إنتاج المختبر يا سلام يا سلام اللي هو مبعد اللي هو مبعد لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان أنهيان لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان أنهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المضمر السيد يمعى بن عتيج أرميثي كبيرة يحتل المركز الثاني تعود ملكية الباصل لسمو الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود المضمر السيد عامر بن سعد الرفادة وهو من المملكة العربية السعودية هناك ضيفة من الإمارات أيضا يحتل المركز الثالث اللي هو مبعد لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم نضمر السيد فهد بن حسين النعيمي والصداوي يعلن القدوم يعلن القدوم أيها الإخوة في المركز الرابع الصداوي لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان ويضمره السيد عيسى بن سعيد الخيالي يتقدم ويحتل المركز الرابع وفي المركز الخامس مستحيل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان نضمر السيد صالح بن سعيد العرج المري مقصص يحتل المركز الساد لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم انضمر السيد احمد بن سلطان بن رشيد السويدي وفي المركز السابع مليح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم انضمر السيد عبدالله بن علي بنواس هذه السبع مراكز وعودة الى شعار صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان الهيان وهذا مشاهدين مبعد هذا مبعد يؤدي العرض المطلوب منه وهذا المهمة المكلف بها من مدينة ابو ظبي من الامارات العربية المتحدة الشقيقة من عاصمة الامارات هذه المشاركة المطلوبة لتاريخ مبعد العريقة وتاريخ سلال الجبار وتاريخ هملول وايضا انتاج المختبر لا بد ان يكون لهذه العظام الانجاز كبير يقوم بهذا البعير اللي امامنا وهو قادم الامارات ويحتل المركز الاول لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان الهيان ولكن هناك هناك الصداوي وامقصص مشاهدي للعزاء يا السلوب الله يا سويدي يا احمد يا بن سلطان يا بن رشيد يا سويدي هالحركة هاي مطلوبة دائما دائما على المضمنين وعلى الابل وعلى كل شيء مطلوبة هذي اللي اردت تقدم الخطير في المركز الثاني اللي مقصص لسمو الشيخ حمداء بن راشد بن سعيد المكتوب انضمن السيد احمد بن سلطان بالرشيد السويدي يتسلل لينتزع اللاند كروزر والله يا السلام يا السلام الله يا هذا الدخول هذا ايضا شعار سمو الشيخ حمداء بن راشد بن سعيد المكتوب على ظهر مبعد والسيد فهد بن حصين التضمير والعناية يا السلام ونبدأ بالانجاز الاماراتي نبدأ بالناموس ونزفه الى منطقة زعبيل ايها الاخوة الى منطقة زعبيل الناموس الناموس تهانينا لسمو الشيخ حمداء بن راشد بن سعيد قال مكتوب على فوز مبعد بالمركز الاول في الشوط الرئيسي الاول لزمول تهانينا وهذه تحية خاصة من المرشبي وتهانينا للمضمر سيد فعد بن حصين انعيمي المركز الثاني يمقصص لسمو الشيخ حمداء بن راشد بن سعيد قال مكتوب يمضمر سيد احمد بن سلطان بن رشيد السويدي الصداوي في المركز الثالث لسمو الشيخ تحنون بن محمد بن خليفة قال مهيان المركز الرابع مستحيل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان قال مهيان مبعد لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان قال مهيان في المركز الخامس وفي المركز السات مصيحان لسمو الشيخ مكتوب الحمدان بن راشد بن سعيد المكتوم الباصل في المركز السابع لسمو الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود وفي المركز الثامن مليح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وفي المركز التاسع الكاسبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وفي المركز العاشر المهند المهند لسمو الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود وهكذا أيها الإخوة وهكذا أيها الحفل الكريم مشاهدين العزاء انتزع الناموس وذهب واتجه إلى الإمارات العربية المتحدة الشاخيقة وليس بالناموس الأول وإنما يلتحق أيضا بإنجازات أبناء الإمارات وتهانينا على هذا الإنجاز والفوز ببطولة الزمول لمسافة الثمانية كيلو مترات تهانينا نزفها من هنا إلى منطقة زعبيل بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة الشاخيقة وبالأخص إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم قطع المسافة مبعد في 13 دقيقة و49 ثانية بالوفاء والتمام بدون أي جزء من أجزاء الثانية تهانينا أيضا للمضمر سيد فهد بن حصين النعيمي المركز الثاني مقصص قطع المسافة في 13 دقيقة و50 ثانية و22 جزء من الثانية تهانينا نزفها إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد دقال مكتوم مرة أخرى على فوز مقصص بالمركز الثاني أيضا وتهانينا للمضمر سيد أحمد بن سلطان بن راشد السويدي المركز الثالث قطع المسافة في 13 دقيقة و54 ثانية و3 أجزاء من الثانية هذا هو الصداوي تهانينا أيضا لأبناء الإمارات وتهانينا لمدينة العين وأهاليها ليسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة على فوز الصداوي بالمركز الثالث وأيضا لمدمره السيد عيسى بن سعيد الخيلي هذه النتيجة